من جديد تشن روسيا هجومها ولكن على دول غرب أوروبا مستخدمة سلاحها الأقوى الغاز والطاقة الذي يؤثر على أوروبا بالسلب طوال الوقت كون روسيا المتحكم الأكبر في الطاقة كيف يبدو المشهد بعدما أعلنت روسيا عن أو جازبروم تحديدا الشركة الوطنية للغاز وهي الشركة الروسية إيقاف تصدير الغاز أو نقل الغاز إلى كل من بولغاريا وبولندا هذا التصعيد الذي نشاهده ما بين روسيا والغرب يقطع الطريقة على بولندا من حيث الغاز الروسي الذي كانت تستورده بنحو 10.2 مليار متر مكعب سنويا من روسيا ما يمثل 50% من احتياجاتها الأمر يزداد تعقيدا بالنسبة لبولغاريا التي تستورد 90% من احتياجاتها من الجانب الروسي بما يعادل 3 مليارات متر مكعب سنويا من روسيا لكن كيف تتحوط كل من بولندا وبولغاريا ضد هذا القرار وكيف تكون البدائل المتاحة بالنسبة للبلدين هناك بالنسبة لبولندا تحديدا هناك ربط مع لتوانيا بخط للغاز بـ 2.5 مليار متر مكعب كذلك أيضا مع الشيك بـ 1.5 مليار متر مكعب سنويا واستيراد 6 مليارات متر مكعب من بحر البلطيق ومن محطة في بحر البلطيق هذا بالنسبة لبولندا كذلك أيضا هناك خيار وطرح مهمة لإفتتاح خط أنابيب ما بين بولندا والنرويج واحدة من أكبر الدول المنتجة للغاز في أوروبا سوف يعمل هذا الخط على نقل 10 مليارات متر مكعب سنويا مخزون الغاز في بولندا وصل إلى 3.5 مليار متر مكعب وهو الآن ممتلئ بنحو 76% من إجماليه وبالتالي ليست هناك بحسب مقالة بولندا ليست هناك حاجة للذعر وإن الإمدادات من الغاز أو ما لديها من الغاز يكفي في الوقت الحالي الحكومة البلغرية أيضا قالت إن هناك خطوات لإيجاد إمدادات بديلة للغاز وليس هناك ما يدعو للقلق ووضع قيود على الاستهلاك المحلي مطمئنة الشعب البلغاري ولكن لو استكملنا مرحلة البدائل الأوروبية للحصول على الاستغناء عن الغاز الروسي سوف ننظر إلى بدائل ألمانيا تحضيدا واحدة من أكثر الدول التي تستورد الغاز من روسيا أكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز تستورده ألمانيا من روسيا فإنها قد تستبدل روسيا ببريطانيا والنرويج والدنمارك وكذلك هولندا عبر خطوط الأنبيب شركة إكوينور النرويجية بطبيعة الحال نظرا لما تترقبه من زيادة في الطلب على الغاز نشاهد دراسة لإنتاج المزيد من الغاز من حقولها في الصيف المقبل وهذا ما قالته إكوينور بعد الإعلان عن القرار بإيقاف تصدير الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا شاهدنا الغاز والغاز الأوروبي تحديدا يصعد لأعلى مستوى في شهر هذا فيما يتعلق بأسعار الغاز في الوقت الحالي بعد القرار الروسي بوقف التصدير لبلغاريا وبولندا كذلك أيضا أوروبا تسعى للحصول على 15 مليار متر مكعب من الغاز المسال من الولايات المتحدة سوف يتم تصديرها من الولايات المتحدة إلى أوروبا في عام 2022 كذلك أيضا وردات 2022 من الولايات المتحدة ومن قطر بحسب المفاوضة الأوروبية سوف تعوض عن 60 مليار متر مكعب من الإمدادات الروسية إضافة إلى أن مشاريع الطاقة النظيفة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سوف تعوض 20 مليار متر مكعب من الطلب في عام 2022 إذن روسيا في الوقت الحالي تشن حربها بالغاز على أوروبا وقد يكون هناك إجراءات تصعيدية مستقبلية بسبب هذه الخطوات ترجمة نانسي قنقر